اهلا بكم معنا من جديد حالة من الترقب لقرار الفدرالي الأمريكي الذي سيأتي مصاحب طبعا لنهاية الأسبوع هل سيتجرى الفدرالي مع بيانات ضعيفة يستند عليها من أجل قيام برفع سعر الفائد هل سيقوم بهذا الخطوة ومع اقتراب الموعد تكهناتنا تجاه الرفع أم تجاه ابقاءها على مستوياتها الحالية إذن نناقش كل ذلك اليوم إضافة إلى أداء الأسواق العالمية تحديدا ما يحدث في الأسواق الناشئة ورحب بداية بداية في استوديو البرنامج الأستاذ علي حمودي رئيس التنفيذي شركة أداء الخدمات المالية أهلا ومرحبا بكم معنا مع اقتراب الموعد التكهنات هل هي إلى نعم سيرفع الفائدة وسيتجاهل معدلات التضخم كونها لن تبقى إلى المستوى المطلوب أم كلا لن يقوم برفع الفائدة يعني هو نص نص يعني 50-50 إذا كان حيرفع وإذا كان لا أنا في رأيي هو هذا أنسب وقت مناسب إذا كان حيرفع الفائدة سبتمبر هو أنسب وقت مناسب لرفع الفائدة لماذا؟ لأن هناك مؤتمر صحفي في المؤتمر الصحفي ممكن أن يطلعوا علينا ويخبرون بأن هذه حتى يهدئوا الأسواق أنه لن تكون هناك وطيرات متتالية من رفع الفائدة وإنما هذه الأولى ومن ثم سوف نتريف لنرى ما إذا فعلا ثقتنا في الاقتصاد لأن هذه في النهاية ثقة الفدرالي عندما يرفع الفائدة يقول للعالم وللأسواق أنه أنا واثق بأن ما حققه من نمو ولا تنسين كذا مرة يقول إحنا نبني قرارنا على البيانات البيانات جيدة نعم إذا كانت بيانات عمل 8 ملايين خلال وظيفة عمل خلقت خلال ثلاث سنين وبمفهومهم هو للفول إمبليمنت مؤشر التضرخم نحن وصلنا إلى 5.1 تقريبا هو في حالة التوظيف في سبتمبر إما يرفع الفائدة ومن ثم يوضح الأسواق أو يقول لن نرفعها علشان يعني أنا سوف يمكن ذكرت بالأمس أنه سوف يشعر التاريخ أنه هذه ربما أكثر وتيرة تحضير للأسواق بأنه سنرفع الفدرالي مش طبيعي فعلا اللي حصل معنا لا أدري هوني يجي إلى هدوار في الموضوع بالتأكيد أصبحنا أنا وأنتي والأسواق أبسست يعني كأن ما صار عندنا وهواس يمكن هم حابين نشغل في أمورهم بهذا الشكل لكن لا أتوقع لأنه فعلا يمكن لو ابتعدت عنهم الأضواء كانت تخذوا قراراتهم وهم يأخذوا القرار وشالوا هذا العنصر القلق من الأسواق لتفاعلت الأسواق معه إيجابا ويكون معه إضاحات سبتمبر أحسن وقت لأن ديسمبر ستكون الكودتي ضعيفة فأتوقع أنه يعني سنتحدث في هذا الموضوع بتوسع أكثر وهل فعلا يقلق يلن بحديث الأسواق ويضعوها دائما تحت هذا الضغط لكن نعود إلى الأساس لماذا نضطر اليوم إلى رفع الفائد نقم بتخفيضها في وقت سابق وكان قد خفض الفدرال الأمريكي معدلات الفائدة إلى المستويات الصفرية منذ ديسمبر 2008 بعد أزمة الرهن العقاري لتحفيز النمو الاقتصادي لكن هل كان تخفيض الفائدة له تأثير على الاقتصاد الأمريكي؟ نلقي نظرة على أسعار النفوط السلع والعلاقة العكسية طبعا بينها وبين الدولار الدولار يتذذبذب كما هو حال أوضاع السلع التي تأتي بالعلاقة ويبدو أنه ستزداد لدينا حدة التوتر ربما مع قرب قرار الفدرالي نلقي نظرة على أسعار النفوط وتحديدا ماذا يحدث بالنسبة للخفيف الأمريكي واحد في المئة مكاسب على الخفيف ربما موجة عكسية مع أداء الدولار لدينا إذا ما نظرنا طبعا إلى برينت القياسي وبرينت أيضا يسعاد ولكن إلى 46 دولار 556 نجد أن الفجوة السعرية بين كلا النفطين تتقلص أعود إلى ضيف الأستاذ علي حمودة أستاذ علي النفوط وعلاقة العكسية مع الدولار ستصاحبنا هذه الحالة من التذبذب حتى نهاية الأسبوع أتوقع ذلك وخاصة ربما بالوهلة الأولى إذا تم رفع الفائدة يوم الخميس ربما نرى ارتفاعات في الدولار ومن ثم انخفاضات وهذه هي المخافة أصلا أنه إذا قام برفع الفائدة هل سوف يستمر الدولار في الارتفاع وهل سوف ذلك يضر بأسعار السلع المقومة بالدولار ومن ثم تنظر الأسواق الناشئة ماليزيا، اندونيسيا، البرازيل وما شابه ذلك فهذه هي كما تفضلت العلاقة ما بين الأثنين ولكن أتوقع كما ذكرت في البداية إذا قام برفع الفائدة ومن ثم أتان بتصريح يطمن الأسواق أن هذه ليست بداية وتيرة من الارتفاعات سوف تستوعبها الأسواق وتنظر إليها إيجابا نعم، وفي انتظار يوم الخميس والقرار مع أني تقريبا أنا عارف عشي القرار أسماح أحكي لأنه تعرفهم السرية الإعلامية وأشكرك جزيلا شكرا لأستاذ علي حمودي رئيس التنفيذي شركة أداء الخدمات المالية شكرا للمشاهدة